ما هي فائدة التفقه في الدين؟ له فوائد ومن جملة هذه الفوائد أن فهم الدين يمثل وقاية من الانحراف ومن الظلال هناك في الأحاديث على ما أتذكر أنه ينبغي لكل مؤمن بهذا المضمون أن يضع له يوماً للتفقه في الدين أيام الجمعة كأنه في الرواية أكو يوم الجمعة واحد يضع برنامج للتفقه في الدين لفهم العقائد العام حفظه الله كان يقول جاءت هناك موجة شيوعية في العراق لعلكم لا تتذكرون ولكن سمعتم من الآباء ومن الكبار في العمر جاءت موجة شيوعية في العراق جرف كثير من الشباب الشباب اللي ما كان عندهم تفقه في الدين جرفهم التيار لماذا في الأحاديث أن نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل؟ ليش؟ لأن العالم يقف على أرضية وقاعدة متينة الجاهل باني بيت على مجموعة من الرمال المتحركة أقل شيء وإذا بهذا البناء ينهار نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل الجاهل تأتي هناك شبهة واحدة وإذا بهذا تجرفه بعيدا بينما العالم صلب لا يحركه شيء من العواصف فالعم حفظه الله يقول قلت لوالدي يعني المرحوم الجد ماذا أتحدث مع الشباب؟ نقعدوا إياهم عندنا هيئات دينية ماذا نتحدث؟ فقال الجد أفضل شيء أن تتحدثوا حول العقيدة لأن الشاب إذا عقيدة كانت عقيدة ثابتة لا تخاف على هذا الشاب حتى إذا تلقوه في عمق الحضارة الغربية عندنا الآن مجموعة من الشباب بعض الشباب كما نقل لي في عمق الحضارة الغربية ولكن عقيدتهم عقيدة ثابتة في تلك البلاد لا يتركون نافلة الليل لا ينظرون إلى امرأة أجنبية في تلك البلاد هذا لأن عقيدة عقيدة ثابتة إذن الوظيفة الأولى هي فهم الدين بمنظوماته الأربع خلولكم إن شاء الله برنامج في كل أسبوع أو في كل يوم لفهم الدين فهم العقائد وفهم الأحكام وفهم الأخلاق وفهم الآداء ترجمة نانسي قنقر